بسم الله الرحمن الرحيم الأذان في أذن المولود ولا الإقامة في أذن المولود لكن بعض أهل العلم كالإمام بن قيم رحمة الله حسن هذا الحديث حسن هذا الحديث فهو الأذان في أذن المولود أما الإقامة فلا تصح الإقامة لا تصح سواء في الأذن اليسرى وبالأذن المولود ما صح شيء في الإقامة أما الأذان فجاء في حديث ضعيف حسنه بعض أهل العلمي وجرى عليه عمل السلف لأن هذا هو المشهور عند التابعين وأتباع التابعين وفي كتب الفقه وجرى عليه عمل لا إمة أنه يؤذن في أذني المولود فالظاهر الله العالم أنه لا بأس ولو ترك لا بأس إن شاء الله تعالى